المورد الثالث عام الكامل جزء عاشر في صفحة 191 ثم دخلت سنة سنة تسعة وتسعين وخمسمائة سنة خمسمائة وتسعة وتسعين هجري ذكر أخذ الظاهر قلعة نجم من أخيه الأفضل قال ابن الأثير لاحظ صراع بين الإخوان في هذه السنة أخذ الظاهر غازي قلعة نجم من أخيه الأفضل وكانت في جملة ما أخذ من العادل لما صالحه سنة سوعة وتسعين وخمسمائة فلما كان هذه السنة أخذ العادل من الأفضل سروج أخذ منه سروج وحملين ورأس عين وبقي بيده سميصات وقلعة نجم بيد من بقيت هذه بيد الأفضل يقول فأرسل الظاهر إليه يطلب منه قلعة نجم وضمن له أن يشفع إلى عمه العادل في إعادة ما أخذ منه فلم يعطه فتهددهم بأن يكون إلبا عليه ولم تزل الرسل تتردد حتى سلمها إليه في شعبان وطلب منه أن يعوضه قرى أو مالا فلم يفعل لاحظ عبارة عن أكذوبة في أكذوبة نفاق في نفاق مواعيد وعدم التزام بالمواعيد موعد وغدر وطلب منه أن يعوضه قرى أو مالا فلم يفعل وكان هذا من أقبح ما سمع عن ملك يزاحم أخاه في مثل قلعة نجم مع خصتها وحقارتها وكثرة بلاده وعدمها لأخيه صراع بين أبناء صلاح الدين صراع بين الصلاطين الأيوبيين صراع في ظل حكومة وسلطنة الملك العادل الأيوبي وأبناء أخيه الأيوبيين وصراع بين هؤلاء وبين الزنكين يقول وكان هذا من أقبح ما سمع عن ملك يزاحم أخاه في مثل قلعة نجم مع خصتها وحقارتها وكثرة بلاده وعدمها لأخيه وأما العادل فإنه لما أخذ سروج ورأس عين من الأفضل أرسل والدته إليه لتسأل في ردهما فلم يشفعها وردها خائبة لما أخذ العادل سروج ورأس عين من الأفضل أرسل الأفضل والدته إلى العادل لتسأل في ردها فلم يشفعها العادل وردها خائبة ولقد عوقبه التفجيه يقول هذا ما حصل في البيت الصلاحي هذا الصلاح بين ابناء صلاح الدين يقول هذا جزاء أي شيء يقول ولقد عوقب البيت الصلاحي بما فعله أبوهم بما فعله صلاح الدين القائد الفاتح المحرر يقول ولقد عوقب البيت الصلاحي بما فعله أبوهم مع البيت الأتابكي البيت الأتابكي الزنكي فإنه لما قصد حصار الموصل سنة ثمانين وخمسمائة أرسل صاحب الموصل والدته وابنه وابنة عمه نور الدين إليه يسألانه أن يعود فلم يشفعهما فجرى لأولاده هذا وردت زوجته خائبة كما فعله ولما رأى الأفضل أمه وأخاه قد أخذا ما كان بيده أرسل إلى ركن الدين سليمان بن قلج أرسلان صاحب ملطية وقونية وما بينهما من البلاد يبذل له الطاعة وأن يكون في خدمته ويخطب له ببلده ويضرب السكة باسمه فأجابه ركن الدين إلى ذلك وأرسل له خلعة فلبسها الأفضل وخطب له بسميصات في سنة ستمائة وصار في جملته المورد الرابع عشر المورد الرابع عشر لم يكتفي العادل باغتصاب الملك من حفيد أخيه صلاح الدين بل نفاه من مصر إلى دمشق ثم من دمشق إلى الرهاء ففي الكامل جزء عشر في صفحة 192 قال ابن الأثير ثم دخلت سنة تسع وتسعين وخمسمائة خمسمائة وتسع وتسعين هجري ذكروا عدة حوادث في هذه السنة أحضر الملك العادل محمدا ولد العزيز صاحب مصر إلى الرهاء وسبب ذلك أنه لما قطع خطبته من مصر أي خطبة محمد ولد العزيز لما قطعه هذا حفيد صلاح الدين كانت الخطبة لحفيد صلاح الدين فالعادل قطع هذه الخطبة وسبب ذلك أنه لما قطع خطبته من مصر سنة تسعين وخمسمائة سنة خمسمائة وستة وتسعين هجري خاف شعة أبيه أي شعة ابن صلاح الدين شعة والد محمد ابن العزيز شعة العزيز ابن صلاح الدين خاف شعة أبيه أن يجتمعوا عليه إذن يوجد شعة غير الشعة يوجد شعة صلاحية شعة أيوبية غير الشعة الرافض والروافض ولا ندري هل هؤلاء أيضا ينسبون إلى الروافض الله العالم هل ينسبون إلى الروافض لأنه رفضوا حكومة العادل يقول خاف شعة أبيه أن يجتمعوا عليه أي خاف العادل من شعة العزيز أن يجتمعوا على ابن العزيز ويصير له معهم فتنة فأخرجه سنة ثمان وتسعين إلى دمشق لم يكتفي بهذا يقول ثم نقله هذه السنة إلى الرها في سنة تسعة وتسعين خمسمائة وتسعين نقله إلى الرها فأقام بها ومعه جميع أخوته وأخواته ومعه والدته ومن يخصه تسعين من يخصه